السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بارك الله فيكم وإزاكم الله كل الخير حدثة مؤلمة وبشعة جدا تقريبا في محافظة دميات تلت شباب زي الورد تلت شباب ولد وبنتين في كل طب يعني متفوقين في دراستهم والتلت إخوات دول تلت شباب وتلت إخوات يعملوا حدثة ويموتوا جميعا يعني قمة الإبتلاء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عايزين نقول حكتين في غاية الأهمين أن قدر الله عز وجل وأن الموت مكتوب على كل إنسان وإن كان أحد يكتب له الخلط لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا بين أظهرنا إلى اليوم لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم لميتون النبي عليه السلام وكل إنسان هيموت النبي عليه السلام مات وكل إنسان هيموت لكن خلي بالك الموت ملهوش ساعة محددة ملهوش علاقة بكبير ولا صغير ملهوش علاقة براجل ولا ست ملهوش علاقة بفقير ولا غني الموت كده زائر وممستأذنش من حد بيجي على طول ولذلك الإنسان لابد يعني إن هو يحضر نفسه لساعة لقاء الله عز وجل في كل وقت وحيد لأنه هو ده الموت هو الحد الفاصل بين الإنسان في الدنيا وبين لقاء الله عز وجل وبين يوم القيامة يعني من مات قامت قيامته كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني إن الحثة دي نسأل الله عز وجل أن يصبر أباهم وأن يصبر أمهم فيها تسلية لكل مبتلى ولكل مكروه ربنا عز وجل أقسم علينا بالبلاء وأقسم علينا بالإبتلاء وبالكرم قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع نقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبرية كلنا عندنا ما يؤلم يعني قلوبنا كلنا عندنا ما تتألم به قلوبنا ده موجود وكل إنسان مبتلى شايف أنه هو أعظم الناس بلاء كل واحد يعني البلاء بتاعه مطموس أو طامس عينه مش شايف غير بلاءه ومش سامع غير وجع قلمه لكن كل ما أي إنسان يسمع الفيديو ده أو يعرف الحدثة دي أن في أم فقدت عيالها كلهم وعيالها المتفوقين الجمال أسأل الله عز وجل أن يرحمهم يفتكر البلاء ده يفتكر أن الست دي قد تكون أعظم الناس بلاء وقد يكون هناك من هو أشد منه فيعني هذه تسلية لقلوبنا في النهاية أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم وأسأل الله عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته